ستة وثمانون مليار دينار عراقي خصصت لإنشاء مشروع مجمع إبراهيم الخليل التجاري السكني في محافظة ذيقار قبل أن يتحول هذا المشروع إلى مكب للنفايات المشروع الذي أعلن عن وضع حجر الأساس لبنائه منذ عام 2013 يعد واحدا من بين مئات المشاريع التي تركت دون إنجاز في المحافظة ولا يعرف أين ذهبت أموال تلك المشاريع الحيوية إحدى قصص الفساد المالي والإداري التي لا حصر لها في العراق وفي محافظة ذيقار تحديدا يتحدث عن تفاصيلها ناشطون ومواطنون من أهالي مدينة الناصرية معبرين عن استيائهم كل الحكومات المحلية والمركزية كثيرا ناشدة على المشروع مثل ما يشاهد المشروع أصبع على المستنقعات رئيس إثمار ذيقار حميد الحصون أكثر من مرة ناشدناه يابا ليش هذا ما جاي ينجز العمل ليش ما جاي يشتغلون به لا آليات لا كوكوادر إجوا وخلّوا هذا الكرافونات قبل ما يقارب خمسة أشر لحد هذه اللحظة هو العمل لم ينجز من 2013 إلى حد الآن تروح ليتر استثمار يابا يا سيد حميد شلو الفيلم قال والله تعرضنا الانتزاز مية تعرضت الانتزاز جاي من قبل الشزمت جماعة وبيطنا الجماعة احنا نروح لهم تعال وفروا لحماية وفروا لحماية وين المستثمر؟ يجع المستثمر؟ رجع المستثمر؟ وكش ماكو؟ إلى متى هذا الحتي؟ إلى متى يبقى هذا السكوت؟ الشارع تدمر دمار؟ الشارع صار عبارة على المستنقعات وخيس؟ مدير عام استثمار ذيقار عبد الحميد الحصونة تحدث بدوره عن مشاكل حالة دون إنجاز مشروع مجمع إبراهيم الخليل وقال إن جهات سياسية تقف وراء عدم إنجاز المشروع في المدينة مشروع إبراهيم الخليل من المشاريع المهمة الحيوية جداً في المحافظة وتم إصدار رخصة إلى في عام 2013 وصارت مشاكل ومعوقات كثيرة من ضمنها المستثمر والإدارات المتعاقبة والإدارات على الاستثمار والإدارات المحلية رحيل إدارات ومجيء أخرى لم يغير شيئاً من الواقع الخدمي المتردي في مناطق محافظة ذيقار فالفساد وسوء الإدارة يتصدران المشهد هناك